تنتاز مملكة البحرين بسمعة مرموقة ورفيعة في علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة بفضل نهج جلالة ملك البلاد المعظم القائم على الاعتدال والوسطية ولا طالما كانت المملكة ولا زالت محطة انظار واحترام العالم بفضل النجاحات والمبادرات التي حققتها والداعمة للعمل الدبلوماسية مسارات مضيئة ونجاحات مشهودة بفضل نهج ورؤية ثاقبة لجلالة الملك المعظم استطاع من خلال دبلوماسيته المتميزة ان يصل بمملكة البحرين الى مصاف الدول العالمية المتقدمة لتكون محط تقدير واهتمام العالم اجمع واكد جلالة الملك المعظم لدى تفضله في افتتاح دور الانعقاد الاول للمجلس الوطني في فصله التشريعي السادس على مواقف مملكة البحرين الثابتة الداعمة لكل ما ينشر السلام والتعايش والتآخي بين البشر واهمية حل الصراعات عن طريق الحوار انطلاقا من ايمان جلالته بان الدبلوماسية والتعاون هما السبيل الامثل لتحقيق التقارب بين الدول والشعوب حضور الكريم تواصل بلادنا في تفعيل دورها المساند لمحيطها الاقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية وصولا لما نتطلع له من استغرار مستحق للمنطقة تحقيقا لامال وتطلعات شعوبها وبمشاركة كافة الاطراف المعنية تشهد الدبلوماسية البحرينية نشاطا مستمرا وجهودا مكثفة عمقت هذه العلاقات بمزيد من التعاون مع الدول في مجالات مختلفة وتعد مملكة البحرين عضوا فاعلا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة فهي تتميز بصوت معتدل ومسموع ومقدر من الجميع كما أثبتت مملكة البحرين من خلال نجاحها في احتضان العديد من المؤتمرات وأبرزها الذي عقد مؤخرا وهو ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني أن البحرين بيئة جاذبة ومؤثرة تسهم بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية للتصدي لموجات الفكر المتطرف مملكة البحرين تبنت السلام والتسامح كسياسة لها وهو مظهر جليا بإنشاء مركز الملك حمد للتعايش السلمي لما له من دور في إظهار البحرين كنموذج متقدم أمام العالم في ظل وجود صراعات عالمية مختلفة كل هذه المواقف التي لا تنتهي بل تؤكد أن البحرين سباقة في أخذ زمام المبادرة في دعم القضايا العربية والإقليمية والعالمية وتسير مملكة البحرين دائما على نهج الاعتدال والوسطية وهو ما يجعلها محطة مهمة يقف لها العالم بكل احترام وتقدير لمواقفها الدعية للسلام والحوار